السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة أخرى بزي العسكري ضد على الدباب الإلكتروني الجزائري الشنقريحي والدباب المرتزق ديال بزات إخواني حياكم الله إينما كنتم كين أسئلة إخواني المغرباء معاكم أخوكم الجندي المغربي الأسير حرب عند المرتزقاء ديال البوليزاري والعرابة ديالهم الجزائر وأنا اضطررت أن نقدم لكم هذه الحلقات وأنا بهذا الزي ضد على الدباب الشنقريحي ولكن بعض الإخوان قالوا لي بعض الإخوان سؤالوني قالوا لي كيف يعني كيفاش تلتقت بعض الصور أو بعض الفيديوهات عشان طريقة باش لطقتهم وانتأسير الجواب ديالي لا ما لطقت لا صور ولا فيديوهات ولا أولو ولكن منين كنا في الأسر كنتنا ساجين كانوا بعض الجورناليست بعض الصحفيين الفرنسيين كانوا يقوموا بزيارات 30 دوف عند البوليزاريو ومنين كي يجيوا يظورونا يدخلوا يظورونا في السجون ويشوفو هما اللي كانوا كيدروا بعض اللقاطات ولكن احنا كنا كنقولولهم ما كنخليهم شي يصورونا تكن سوولوهم شكون هما ومنين جايين وكي يجبذونا لكارت ديالهم كي يقول لك أنا كينباد الفرنسيين اللي زعما شرحونا الموقف ديالهم وقالوا نحنا كصاحفيين والله العظيمي لك زعما ممكن نصورك ونصفت صورة ديالك ونصفتها لك لداركم تعطيني الأدريس في المغرب على أنك غيبش يعرفوك عائلتك على أنك مازال حي مازال ترزاق وهكذا وهكذا كنا كنديروا بعض الأحيان مع بعض اللي كنشوفوهم صحفيين معقولين مالما بقي ما كنبغيوش نخليوهم يصورونا لا خطر كنت واحد الحالة واحد الحالة كاريتة الله العظيم كنت واحد الحالة كاريتية ونحن في السجون ما تقدرش ما تقدرش راه يلا شافوا صورة يلا شافوها والديك ولا الأسرة ديالك راه ما ما غاديش يندبوهاك غادي يندبو الفوق على أن والدهم أسير عند الدولة الجارة وشوفك يدعير هذا هو علش بعض الأحيان كانوا يلتقطون بعض الصور أو لبعض الفيديوهات صغار وقصفتهم عند العائلات في المغرب أنا أنا بالخصوص كنت واحد كانوا واحد جوج ديال الناس كينتاميوا إلى الصاليب الأحمر الدولي دبعا نوريكم تصور مع أبا ومعمة في مدينة وجدة جاءوا وقلبوا على العائلة بعدها تمها في السجن قالوا لي ما يمكنش غد ندير لها التكلم ونصوروك بهذه الطريقة ما يمكنش ما نقدروش لخطر وليديك إذا شافوك بهذه الحالة أرى ممكن جيهم الصدمة ولا السكتال قلبية دونك خصرك ضروري باش نشوفوك طريقة اللي تقدر باش الأقل غيطبا فيها شوية ركب لابس مثلا شي كبوت ولا شي تريكو هكذا وميكونش عندك شعر تكون محسنو وكيدروا لنا هاد العملية هم هذك الناس كيدروا لنا هاد العملية وهذا على الأقل باش والدك ما يتصدموش باش عائلتك ما تتصدمش منين يشوفوك وكانوا هكذا كيدروا وكانوا داروا لي واحد روبرتاج صغير روبرتاج صغير وجابوه 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 قلبوا على والدية ولكن كانت للمدة داست تقريبا سبعتاش سنوانا سعجين يعني كان داست للمدة طويلة جدا كان داست للمدة طويلة داست وجابوا المغرب بريمو وجابوا المغرب وقلبوا على والدية وطلقوا مع الأب ديالي والأم ديالي و أخواتي وقعدوا معاهم وسولوهم قالوا لهم وش عندكم شي ابن سميتوا وفلان قالوا لهم كان عدنا ومات كان عدنا وتوفى الله يرحمه مات في السحراء هذا ولي كيف قالوا لهم إلا قلنا لكم راه ما زال حي قالوا لهم قالوا لهم الوالدة لهم مسكينة ما يذكرها بخير راه معايا قالوا لهم لا أنا والدي مات هذه مدة 17 عام اللي مات ممكنش تقولوا لي والدك راه حي قالوا لها لا الحجة والدك راه مازال حي مازال حي يرزاق وعده ولكن ما تصدميش إلا ورينها لك قالوا لهم كيف قالوا لها الله ما تصدميش غدي نوريوه لك وغدي تشوفيه راه مزيان الحمد لله يطلبوا معه الله تبارك وتعالى طلبوا معه ربي يجي النهار اللي يفرج عليه إن شاء الله وشافوا داروا لهم ذاكا بيسي حلو لهم بيسي حلو لهم بيسي وكين باو وكين أخواتي حلو لهم بيسي وشافوني هناك قاعد فم باب زنزانة ومنين قالوا لي هما خاص هاتش اللي يشوفو هو وليديك خاص على الأقل باش ما تصدمهم باش ما يوقعش فيهم شي مشكل باش ما خاصك تدير انتا نفسيا خاصك تبين على رأسك بأنكارك لخاطرهما أصلا كينهجوحة السياسة كينهجوحة السياسة يعني باش ما باش ما يوقع لهم شي خلال في الأسراء مثلا أو في سر المهنة لهم خاصهم دايما كيليبريو بالحواج راها تمشى باش ما باشا 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 ريحت قدم باب الزنزانة اللي كنت فيها و باشا 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 هذا هذا هو ابنكم الجندي المغربي كافحتوا على البلد راني ساجين والحمد لله وما يبقاش في الحال إلى جاب ربي الفاراج مرحبا وإلى متفاد الأرض هذه أرض الله مرحبا هذا هو ديك فيديو وشافت أمه وشافه ابا وشافه أخوتي كان كان مفرح ولكن في نفس الوقت كان محزن جدا كان مفرح على أنه ولدهم رف زلحي ولكن كان محزن على أنه كي شوفوا ولدهم ورقوكا تعرفوا الله يسمحنا من الوالدين الله يسمحنا من الوالدين تعرفوا الوالدين إلا كان ولدهم تفوت سنين طويلة وعادي سيقولوا الخبر بالله وحي ويشوفوا على المباشر كتكون واحد الفرحة يعني كين أمل كين أمل بأنه ركاين محدو حي يقدر يتشاف محد إنسان حي يقدر ربما ربي يجي بالفاراج وربي كبير سبحان الله وهذاك شي وهذاك شي اللي كان هذاك شي اللي كان والحمد لله دوزناها ودازد ودوزنا هذا الرجولة ومازال نوز هذا الرجولة والله العظيم وأقسم لكم ثلاث ثلاثة ديال المرات يوقف علي توقف علي بلادي بشي حاجة يلقدر الله والله العظيم سأكون من الأولين دفاعا على هذا الوطن دفاعا على هذا البلاد دفاعا على هذا البلاد ولو نبليسي ثلاثة درصاصات ولو قاسية عجلين عمدي للسجن ولكن لازلته الشجاعة ديالي والبطولة ديالي وكمغريبي وكجندي وعندي خبرة في القتال سأدافع على بلدي المغريب المغريب الحبيب المغريب الحبيب وفي الأخير والشعب المغريبي أنا دعا برعاني مني كنكون في شي بلاسة ولا كنكون خارج والله العظيم فيما أغلبية بدين الناس يتلقوني كيسل المعنية كيسل المعنية محبّنت على الله محبّنت على ربي على أنكم حتى انتم محبّتوني ودخلت لكم لقلوبكم ودخلت لكم لخاطركم المغاربة خوتي سواء كينين دخل المغريب ولا كينين خارج المغريب الجالية المغربية بأكملها غير اللي ما زال ما شافنيش ولا اللي ما زال ما عرفنيش الحمدولي الله محبّنت على الله تبارك وتعالى وهذه اللي كتخلي بنادم دايما كيكون بطال وكتخلي دايما المعنويات مرتفعة وهذا الكلام دي لي واللي كنقوله حالياً الأخوتي العسكريين اللي يراهم في المكان اللي كنت فيه أنا لخاطر الأمكان اللي يراهم فيه سبق لي يد مميثال تمها سبق لي يد مميثال وسبق لي تبليسة برصاص دي الأعداء دي الأعدو تمها في هذه الأماكن ولهذا علش كنوصل هذا الميساج حتى الخوتي الجنود المغاربة اللي كنين في الجدار الأمني اللي حارصين على البلاد وحارصين على المغرب على أنهم أبطال تبارك الله والدلد دي كل شي متقف بهم بالضبط بالضبط الصف وما كيخبيوا عليهم التحاجة وحنا هاتش كنبينوهم باش كنشرح لهم هاتش باش يعرفوا على أنه راه المرتزقة جوباناء أصلاً جوباناء والله العظيم إلى جوباناء ولكن نحن كنا نطيحنا باش نحن أسراو من كيكون الرصاص كتير وكيكون الدود دي البوليوزاريو وهي يجمع على واحدة لو بوان ضعيفة فيها أقلية من الناس ويقوموا بعمليات فيرال إيواء بقى الرجل بلاستك إيواء نعرفك الرجل وقداتك الجزائر ودرباتك الجزائر إيواء نعرفك الرجل إيواء بقى بلاستك دارب معي ويخرج معي ويقوموا بقى بلاستك ماشد تضربني تخوي خمسة لاف ولا عشرة لاف رصاصة وتعطيها تراق وتعطيها وتعطيها وابقى بلاستك الرجل إيواء نعرفك الرجل ولكن هذه التربية ديال الشنقريحة وديال الضباط الجزائريين ديال الفرنسا ديال الكابرانات من الأخر يأتي يضرب وهرب وضرب وهرب هذا هو ولكن هذا ميصاج كان فوته للمغاربة أخوتي وكان فوته للجيش المغربي عامة لا خطر لدينا جريبة لدينا جريبة لدينا جريبة نعطيها راسي على بلد وعلى هذا الوطن المغرب على هذا هذا ديما مستعد لدينا رقبة لدينا لكي لا يمكن ودليل على هذا وهو ثلاثة القرطاصات في الجسم بارلي زيكلاوة طرفة الحديد الشضايا اللي كانوا يجيو وبقيت القاتل وبقيت الأخر النفس لي ما وقفتش والله لو كان قتل رصاصة واحدة في السلاح الخفيفة ديالي والله نديرها هنا ومعنديش مشكل ملو رزمو تحياتي إخواني المغربة داخل الوطن واخرج الوطن وأقول لكم وأذكركم على أن ما تنساوش ما تنساوش الرحمة طلبوا معي الرحمة والمغفرة للشهداء اللي توفى في وسط الصحراء المغربية في وسط البلاد على هذا الوطن هذا وكانت من ما تنساوش أخوتي العسكريين المتقعدين اللي راهم في ضيورهم أعطوه الغلي والنفيس وأعطوه حياتهم وأعطوه شبابهم وأعطوه كل ما يملكون في سبيل هذ الوطن وراهم داب أكبر في اللاج وراهم في ضيورهم وكاللي عنده وليدات وكاللي عنده بنيات وكاللي مرزقوص الله وعلى كل حال وراهم في ضيورهم أتمنى أتمنى لهذ المتقعدين كاللي مسكنين ما عنده شيء كاللي طرت له عين كاللي طرت له يد كاللي طرت له رجل كاللي طرت له كل ما أنا أرى الحمد لله ما زال ما زال شوفوا سبحان الله العظيم شوفوا والله العظيم أطباء الحارفية والله العظيم أطباء حارفية أرهم يدخلوني على سكانير وتشوفوا القرطس في المحشي أرهم سبحان الله القرطس لديك مبيل قلبر ريه وليس لديك تقلعه وضعه ووضعه تحتجل تحت البط وقف تباريد معند الله تباريد جامعاً لرب ربما ربما يريد أن نعيش ربما يريد أن نعيش لكالي نفوت هذه الرسالة لكالي نفوت هذه الرسالة للمغاربة لكي يعرفون ما كانش على بالهم الله خاطر ركو عرفتو أخوتي المغاربة رهما كانش على بالكم وش راه واقع وش راه واقع مع هذ البلاد هذي مع هذي تجارة هذي في الصحراء ديالنا كالك جاي باغين على القشرة وتقلق ديالهم ذيك الرأي كالك باغين على القرية ديالهم له بال الحماق له بال له بال ديال الجزائر له بال ديال حكام الجزائر نتمنى هذي المتقعدين العسكريين هذي المتقعدين لهم كبار كما قلت لكم عندهم الوليدات وعندهم كذا نتمنى لهم أنا بسيفتي نتمنى لهم جميع أخوتي المتقعدين العسكريين لا من الدركيين ولا من القوات المساعدة نتمنى لهم الصحة الجيدة واللي مريض ربي شافيه ويعافيه إن شاء الله واللي يتوفى ربي يرحمه برحمة الله وربي يغفر له هذه هي رسالتي نتمنى منكم أخوتي المغربة والجالية المغربية خارج أرض الوطن هذا الكلام ديالي تخليوه تمشى تخليوه تمشى راه القناة ديالي مازالة صغيرة وطلعوها تمشي طلعوها تمشي ركو انتو هما المغربة بما فيكم إينات والذكر انتوما اللي تطلعو لا تهبطوا هذا القناة تمنيت منكم تطلعوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حلقة قادمة إن شاء الله موسيقى موسيقى